الفعل زي ما قالت هالا ربما يعني ايه شفنا نتائج ربما ما كانتش ترضينا على السحة الافريقية سواء للقلعة البيضاء او للقلعة الحمراء انباريح كان فيه ثلاث ماتشات افريقية زي ما قلت نتائجهم كانت مخيبة للامان سواء على الصعيد الاندية او لمنتخب الشباب الاهلي ربما تعادل مع سان داونز الجنوب افريقي بهدفين في مباراة كانت في المتناول ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بيها اما الزمالك فقط خسر بهدفين في نفس البطولة امام فريق التراجي التونسي كمان يعني للأسف منتخب مصر للشباب مباريح خسر بربعية امام السنغال خلونا نتكلم اكتر عن هذه المباريات مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو الاستاذ جمال محمد جمال الناقد الرياضي اهلا بي كيف انوارنا صباح لك محمد وربما شفت ازاي مباراة النادي الاهلي ايه هي الفرص اللي ضيعها هل بالفعل كان يلفوز في المتناول اكيد الفوز كان في المتناول النادي الاهلي مباراة حضاية وحاجمات كتير جدا منهم راكل الجزاء سددها محمد هاني بغرابة يعني بالمفروض ده كان قرار من مورسيل كولر المدير الفني منفعش ان ثلاث لعيب امسكوا الكورة ومتبقاش حالك من اللي هيسدد لان دي مباراة مهمة جدا وثلاث نقاط فيها كان مهمين جدا لنادي الاهلي انها مباراة على ارضك فبشوف النادي الاهلي اكيد خس النقطتين بالامس امام سنداونز انت عندك مجموعة صعبة جدا فيها سنداونز والهلال والقطني الكاميروني يمكن الهلال السوداني بقى منافس قوي في المجموعة بعد فوزه في مباراة النادي الاهلي ومباراة القطني على الاكيدة لسه في مباراة يعني مؤجلة للنادي الاهلي قدام القطني بسبب طبعا المشاركة في كاس العالم للاندافة النادي الاهلي اصبح الآن يعني ليس له بديل طبعا للفوز غير على القطني في المباراتين عشان يوصل لست نقاط يبقى عندك انت نقطة سبعة انك تحاول انك تتعادل مع صنداونز بره معفوزك على الهلال هنا عشان يبقى عنده فرصة للسعود ولكن يظل النادي الان اكيد عنده فرصة لكن مباراة كان فيه امر غريب جدا هلهم مرهقين ولا عندهم احباط من يمكن كاس العالم للاندايا يعني هلهم عفوا انتعبنين من المباريات اللي كانت قوية جدا وكان فيه تركيز في الملعب يعني امبارح شايفين هدف زي ما كولر عيل بدون داعي يعني ما كانش لي لازمة تماما امبارح فهل اللي كان موجود امبارح كان قل التركيز ولا ايه لا اوه كان قل التركيز بالفعل كانت تختار دفاعية كبيرة جدا يمكن لقالي بقاله فترة من المباريات كاس العالم اللي عندها وعنده مشكلة فيه خط الدفاع بحيطة طبعا الغلطات اللي بشكل كبير جدا ركلات الجزائي اللي بتدعم الادرقالي بشكل غريب قدام فلمانجو ضايع علي معلول قدام صندونز ضايع محمد هاني قصة ان انت بتضايع اجمات بشكل كبير جدا وبتتلقى اهداف كمان بشكل مبالغ فيه من النادي الالي اعتقد ده يعني امر يمكن مش هو الافضل بالنسبة للالي وبالنسبة للفريق عايز حاجة دولة بطالق افريقيا المفروض دايما كل مبارياتك اللي على عرضك تكون محافظ على شباكك نظيفة مبارح في الهدف الاولاني غلطة من علي معلول مش لاحق الكورة هدف ثم في الكورة التانية اللعيم جومانتك كذاب يرقص براحته بقدر ان هو يسدق كمان في مرمى الشناوي الشناوي كمان شال من مرمى اكثر من كورة كانت خطيرة جدا عن ناحية التانية اللي قالي ضغط بكل قوة حسين الشحات يمكن اللي قالي بيفتقد الرأس الحربة الترجت اللي في الملعب المهاجم اللي يقدر ان هو يستلم الكورة مهاجم اللي يقدر يحرك اللعبة بشكل سريع جدا يمكن نادر قالي كان محتاج مهاجم فيه الشتاء اللي فات بكل صراحة ولكن طبعا يمكن الاهلي اجل الموضوع للسيف بسبب طبعا المغالى المالية المليكة وعدد من اللاعبين ما قدرش ان هو يجيب مهاجم ولكن النادي الاهلي كل مباراة بيثبت قدير ان هو محتاج مهاجم انا من وجهة نظري محمد شريف مش هاد حسين لم يثبته طبعا تواجده وخده فرص بالذات محمد شريف خد فرص كتير جدا ولكن لم يثبت تواجده مع النادي الاهلي يمكن اللي قدر يرجع نفسه من جديد ليه المستوى الجيد هو حسين الشحات وصير الشحات بقى بيظهر بشكل محترم جدا الانبارح كان خلاص كان قبقى قوسين ونادا اللي هو يكون هدف الفوز ليه النادي الاهلي واحتفاله مع الجماهير ولكن طبعا سانداونس بداية 80 قدرتنا تسجل هدف التعادل يمكن مجموعة صعبة مجموعة قوية جدا النادي الاهلي سانداونس فريق بينعب كرة كويس قوي فريق اللي يقدر يلعب بره ارضه بالشكل دوت والتمرات السريعة واللعب المباشر على المرمى واللي هو يفتح اللعبة بشكل منظم اعتقد فريق مميز طول عمره فريق سانداونس ويقدر ان هو يحرج النادي الاهلي مبالح ولكن يمكن كانت في ايدين النادي الاهلي ده المزع على المرسل كولر حتى في المؤتمر الصحفي لكت في ايدين الفريق في ايدين ان هو يسجل اللي هو هدف بدون داعي ولكن اعتقد ان هو عليه ان هو يشتغل على حاجتين دلوقتي حتى تنهى الاجبات بشكل سريع اكتر من كده وعدم ادار الفرص حيث الاخطاء الدفاعية اللي بقت مبالغ فيها جدا فيه بالذات المتشاطة الافريقية بالنسبة لخط الدفاع محتاج ان هو يركز فيها بشكل اكبر عشان يقدر ان هو يعدي دول المجموعات فيه ناس بتقول ان كولر عمل كل حاجة يعني عمل تغييرات وعمل اشياء كثيرة لكن الاخطاء الدفاعية اثرت سربان على من تلقي باللوم حقيقة على كولر كمدير فني ولا على اللاعبين اللي ما يعني منفزوش يعني اوامر كولر او توجهاته ولا على الظروف بص ارى ما اقدرش هلوم الاثنين لان هي اخطاء يعني مركبة لو تيجي تبص فيها والكولر والصلق للمرمى والصلق لأكتر من مرة ادر ان هو بتريته ان هو فعلا يدرس اندوانز بشكل كويس ادرر يضغط عليهم بشكل كويس يبقى اللعيب اللعيبة بتفتقد بعض التركيز بعض الشيء ولكن لو هم ماشيين بالمستوى ده وده لما هنرجع مثلا ليه للنادز زماني هل هم ماشيين بنفس المستوى ده في كل البطلات وعلى كل المباراة لا هو ممكن تيجي مباراة تلاقي فيه تركيز ماتش تاية ليه كويس جدا ماتش بعضيه كويس جدا بعدكها بتنزل تاني اعتقد هي بتبقى حالة ماتش يعني حالة بالنسبة للماتش مش حالة عامة اه بالنسبة للاعبة الناد الآله وبالنسبة لمرسيل كولر يمكن ماتش لفات في الدوري اسوان لالي كاسبان 3-0 عرض مثالي للناد الآله لو مجرات ساند اوينز مبارح كان لالي اقرب انه هو يفوز بشكل كويس جدا ولكن القصة بتاعت الاخطاء برضو بشوف على كولر شوية حتة البداية يعني انا بشوف انه كان في التشكيل لابد من الدفع بحمد فتحي بالبداية مش هتدفع بحمد فتحي كنت اظن ان الكندوسي لابد انه هو يكون لي دور في المباراة كندوسي انت لعيب مش تري صفقة من وفاقستي في الجزائري لعيب بلعب لعبة بباشرة على المربع كنت اشوف انه هو بحتاج انه هو يشارك بشكل اساسي مع النادلالي بحتاج ياخد عجبني جدا مرورة عطية لعب بسط المرعب الجديد عجبني جدا وزمح مع مستوى اليو ديانجل اللي ما كانش احسن حاجة بسي ديانجل من قبل كاسر عالماندية هو مش في حالته تماما حتى في كاسر عالماندية شفنا خطأ قدام ريال مدريد شفنا خطأ قدام فلمانجو البرازيلي عنها المباراة تماما خطأ حتى انبارح في التمركزات بشكل كبير جدا من ديانجل ديانجل بقى بيفكر كتير جدا وهي القرى تحت رجله عكس ديانجل هو المواسم اللي فاتت مع النادلالي من 2019 لعيب مميز جدا وعيب علي جدا مش عارف هو بقاله فترة كده بقاله بتاع شهرين اعتقد محتاج ممكن يعني يحس بالمنافسة اكتر محتاج انه يدخل حمد فتحي مروانو كندوسي بجانب عودة عمر السلائي من جديد بشوف النادلالي محظوظ بوسط الملعب اللي عنده محمد حيني ارجع لنقطة مهمة قوي انتكلمت فيها من شوية وهي محمد هاني يعني انت قلت انه ضربة الجزاء كانت يعني الشوطة غريبة شوية ليه اصلا تم اختيار محمد هاني ومعروف انه علي معلول هو الاختيار الاول دايما في هذه الركلات بصيل وعكيد طبعا موجود محمد عبد الماني بالضبط كولر طبعا تلع مبارح وقالك انه كان موجود من ضمن التلاتة اللي بيتم اختياره قبل كل مباراة عشان يسدده لو فيه ركلة الجزاء والنهاني متعلق في التدريبات وبيسجل ركلة الجزاء ولكن انا بشوف النهاني من اللعيبة اللي ما بتشوتش ضربات جزاء مع النادلالي بقالها سنوات يعني يمكن ما شوتش غير في ضربات ترجحية طبيعي جدا لعيبة كلها تشارك فيها وتسجل فيها المبارح يعني اللي شفته واللي علمته طبعا انه علي بقاله رفض انه يسد دربة الجزاء مش عشان حاجة هو شايف انه هو مش جاهز 100% انه هو كمان يدخل على ضرب الجزاء وشوف نهو تموتش فالمينجو ما كانش جاهز كده في بدلات المباراة ودخل ضيع فدايما فيه لعيبة تقول لي طالما انا في الترتيب اصلا معي اتنين تانين فخلاص انا بشير حرج من على نفسي وما دخلش فيها فانت بتكلمي بقى في اتنين تانين اعتقد انه كان محمد هاني محمد عبد المنهم او حسين الشحات حسين الشحات مسك الكورة مبارح عفش مسك الكورة مبارح ولكن هاني لما مسك الكورة كان اختيار كورة خلاص هاني هو ليس هدئت فهاني طبعا دخل ما وفقش فيها لكن انا مش بلوم انه هو ما وفقش فيها بلومه انه هو التزديدة ضعيفة جدا التزديدة وحشة جدا يعني التزديدة لو بقوه في اي حتة في المرمى هتدخل ولكن حتة ضيع ضربات الجزاء بشكل مبالغ فيه للنادي الاعلي بتأثر عليك بتأثر على النتيجة بتضيع منك اكيد نقاط بشكل كبير جدا برونزيت المنديال فدايما اخطاء بسيطة جدا 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 هي اللي بتؤدي لده طب اصابة محمود متولي وخروجه واستبداله بياسر براين بص محمود باللعبة كويسة جدا لكن انا بشوف ان خاطط فاند لالي كويس يعني عندك عبد المنم عندك ياسر عندك حتى عندك محمود متولي طبعا عندك حتى بره خالص بالنسبة لك يعني بره حساباته شوية لا رامي ربيع لا يعني خاطط فاند لالي كويس كمان عنده برعب في الحتة دي محمد هاني بنعبها كالد عبد الفتاح بنعبها لا يعني عنده بدائل كتير جدا بالنسبة لكولر مش هتأثر عليه سوف مبارات الدكلية القادمة في الدورة او حتى مبارات طبعا القطني الكاميرون في دولة الابطار طيب يعني انت قلت دلوقتي انه ماشي يمكن موقف الاهلي متأزم لكن مش بشكل كبير بعد التعادل المبارح هل محتاجين نركز اكتر نعمل مجود اكبر محتاجين ايه الاهلي محتاج ايه عشان يطلع دورتين بص الاهلي محتاج مايفردش في اي نقطة يعني برا داخل ارضه سواء ماتش القطنة أو باش الهلال فانت بتتكلمين في ست نقاط ست نقاط مع نقطة يعني سبع نقاط محتاج على الاقل لفوز خارج ارضك على صندوينز او الهلال او القطن الكاميروني فاكيد الاقرب هو القطن يعني لابد ان انت تكسب القطن بالهلال كسب القطن في القطن فانت محتاج انك تكسب على الاهل توصلي لعاشر نقاط او 11 نقطة بتا عدل امام صندوينز اتوصلي بشكل مرتاح جدا للدول القادر هي حزبة دايما وممكن نتائج الجير تخدمك ممكن نتائج ما بين الهلال والقطن تخدمك ما بين الهلال وصندوينز ما بين صندوينز والقطن حاجات كتير جدا ولكا الاهلي ايه يبص في نفسه بس ان هو لسه عنده عدد ماتشات كبير جدا يصل لأربع مباريات يعني ب12 نقطة وهو مع نقطة يعني هو لو ادرك سابب يوصل ل13 نقطة يوصل كاول حتى او بشكل كويس كده فالهلالي محتاج بالفعل ان هو يركز في كل ماتشاته تحديدا اللي داخل ارضك 6 نقاط مهمين جدا منفعش ان انت تخسر فيه اي نقاط لاني اعتقد اي خسارة نقاط في الستة اللي عندك في مصر اعتقد ان الموضوع صعب جدا فتاق